اشتركوا في القناة قائم الاول لكن على طول بالبوكس يخرج تتلعب لمؤمن سمير مؤمن اللي يلعب العرضية الارضية لكن التشتيت من ودي ديجلا يوسف اويا كرة السابقة احد ام الحلول لممكن يوصل لمبتغادي كرنس منها لكن على مرتين عبد الكافي رجب تقع منه الكرة بيون الشمس ولاعب بتروجيت السابق يلعب مرة تانية التحضير تصويبا زحفة ارضية من يوسف اويا لكن على يمين حرس المرمى عدت فاسة للحطة اللي بيحبها احمد عصام شيكو لكن على طول الشازل اللي بيحاول يعمل انطلاق من الجهة اليومنا عرضية عرضية وسكوت وايه وقرار حكم اللقاء سيميوليشن بيقوله كده ادعاء سكوت وبطاقة باللون الاصفر هي الاولى في اللقاء مع الدعاء السكوت هنتبه مع حضراتكم العرقالة هل كانت موجودة من شادي ولا لا دي كيرنس تتلعب على طول داخل منطقة الجزاء فيها خطورة لكن عدت وترجع بالصفارة من حاكم اللقاء لقطة اللامام حضراتكم فيها خطورة والله لو لقيت وليد عطي يلعب قلب اليجوم لودي ديجلة في اي مكان هتلاقي مع احمد جمال لكن تمريرة وكورة في احضان العربي حارس مرمى دي كيرنس داخل منطقة جزاء ودي ديجلة على طول يلعب قازم قازم صبري سقط على القائم الاول ترجع من الدفاع لو اتلعبت المرتدة هتكون خطيرة لكن تسقيطها مرة تانية لكن معاها راية وسقوط لأحمد جمال راية وتسلل الكورة اللي تلعبت وتسقطت داخل منطقة الجزاء وكان ممكن انها تغلط دفاع ودي ديجلة لكن كان سابق وتنوع اللاعب شادي ماهر يعمل انطلاقة بعرضية داخل منطقة الجزاء مين ميابل عد عدت الكورة لكن الدفاع لدي كيرنس اللي يحاول مرة تانية يغبط الكورة في لعب ودي ديجلة رمي التماسة تتلعب طولية داخل منطقة الجزاء مشاهدين لكن كابتن جلال احمد اللي يقف اللعب ويحذر كده اللاعبين داخل ارضية الملعب كانوا اللي بيتقاب وينتظر انه يلعب التماسة الطولي داخل منطقة الجزاء خلاص لعبة بينا حفظينها واصبحت جملة معتادة في ملعبنا رميات التماسة الطولية داخل منطقة الجزاء تتلعب على طول على القائم الاول جول 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 يا ولد يا لعيب اي ارتقاء واي كورة الله هدف بالرأس يزعى كل الحراس يا ولد يا لعيب كورة وهدف من محمود ديستي بامتياز يا ولد يا لعيب الله ديستي الغزال بسرعة غزال قفزة غزال وانت يا ديستي ولا ولا اي غزال يا ولد يا لعيب اللاطة الماضية رمي التماسة احد اهم الحلول وكورة ياتي منها اول اهداف اللقاء مشاهدينها رمية التماسة اشتغل عليه منذ اكثر من عشر مواسم وديدك لانطلاقة من على الاطراف على الجالة اسرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ميابل لكن بيحضرها له سدد يا شادي 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 اللي يلعب بالكعب لا والكل يتمنى الحضور رقلة حرة في مكان رائع جدا في مواكة المرمى السلاسي على التنفيذ من قادر ان يسجل من هنا هل ديستي يسجل الهدف في التاني ديستي ليه في اللقاء ولا يسيب الكورة لعبد العاطي على طول ثلاثة على الكورة واربع لعبين خمس لعبين في الحائط البشري ورقلة حرة في مكان رائع جدا لودي ديجلة الكورة السبتة مين هيسدد مين يلعب على طول عبد العاطي هيا 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 كورة التانية يا ولد يلعب من الكورة السبتة عبد العاطي يا ولد يلعب هيا كورة على طريقة الكبار كيف وانت منهم يا عبد العاطي الله جول 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 ويا الساتر ويا السلامات للعربي اللي اصطدم وارتضم بالقائم الايمن مع قوة الكورة نتمنى له يا رب السلامة وان يوم يكمل اللقاء اي متعة يا عبد العاطي اي روعة يا عبد العاطي محمد عبد العاطي على طريقة الكبار يا ولد يلعب كورة وهدف رائع من الكورات السبتة الله 310 درجة الرؤية للغزلان تتفوق فيها عن الانسان وهنا رؤية غير وهدف غير لا يأتي الا من الغزلان عن طريق محمد عبد العاطي لكن السلامات للعربي نتمنى له يا رب السلامة خضنا كلنا متابعين ركلة حرة عن طريق احمد عيد يلعب على طول على القائمة التاني لكن عبد الكافي رجب على مرتين ثلاثة ياخد كورته معها صفرة من حاكم اللقاء ومشدة كمان داخل منطية الجزاء ركلة حرة هل يتمكن من الحضور في مرمى عبد الكافي رجب عرضية عدت 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 على طول كورة تعلو القائمة والعرضة وأي بلونية أقرب لركلة مرمى مع السلامات الحالية مشاهدين متابعين وحزاري من مرتدات ودي ديجلة يلعب يا ولد على رؤية عبد العاطي على طول انطلاق لدياستي عدى وفات داخل منطية الجزاء الارتو لكن يلعب لعبد العاطي مرة تانية يلعب وتزديده ولا ايه تصويبه لكن كورة تعد وتفوت وتروح لركلة مرمى لاعب حكم اللقاء بالفعل مشاهدين متابعين اللي بصفيره تويعل لنهاية شوط اللقاء الاول بتقدم وتفوق وانتصار حتى على دائرة نص الملعب في الامام والمقدمة يوسف اويا ومحمود دياستي وليد عطية لعب قلب اليجون بينما دي كرنس محمد منصف اللي نزل في شوط اللقاء الاول بدلا من العربي شوط اللقاء التاني اللي بدأ بصفير جلال احمد حكم اللقاء الصحاب ل42 عام وانطلاق من الجهة اليومنا ومحاولة الوادي ديجلة من اجل التالت في البداية عدى 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 لكن اقرب لايه التالت لكن الدفاع اقرب لعبد العاطي مرة تانية فيه اخطورة والله واداء دفاع عليه علامات استفهام كبيرة جدا من لعبي دي كرنس حتى مع مطلع وبداية شوط اللقاء من الجهة اليومنا بمحاولة مرور من يوسف اويا عدى ولعب العرضية الارضية عدت الحارس هلي يكون قادر عن الحضور بالهدف التالي من القرات السابتة اوه لكن الدفاع يشتت ويطورة وانها تنزل على ارض الملعب لكن عدت تتلعب مرة تانية داخل منطقة الجزاء في الزحمة صفارة من حكم اللقاء كابتن جلال احمد ورق لحورة وهدفه الاول في هذا اللقاء على طول تحضير تلعب تركنية ولد عدى وفات يلعب على القائم التاني فين الراسية هو الشبيني لعب قلب الدفاع الله لقاء الرأسيات يا ولد يا لعيب رب صلفة خيرا من الف معاد يا الشبيني مع اصابة جابر نزل الشبيني الارض الملعب ويكافئ تولتش بعد عرضية هو عبد العاطي عبد العاطي يلعب الاسست والعرضية للشبيني والارتقاء اعلى من الكل يا ولد يا لعيب في ظل غياب دفاع دي كرنس وتوهان كامل لدفاع دي كرنس الله الغزلان يرعبون يهددون دفاع اليسرى امام حضراتكم التبديل ضياستي احمد داشلو ارض الملعب بدلا من ضياستي عرضية داخل منطية الجزاء فين المزدوجة اوه لكن كورة ابعد من اللازم ومن الكل تروح لان عبد بكورة مزدوجة ويلعب كورة مزدوجة مؤمن لعب مياه البحيرة السابق لثلاث لعبين مؤمن سمير مؤمن سمير يا ولد يا لعيب عد وفات مؤتز فيها فكرة والله دحك علينا كلنا ولكن ودي دجنا سبراهيم تروح لجون في ليب ولكن لاطا قلتلك ممكن يكون فيها فكرة ومعها تقلق من عبد الكاف في رجب يا ولد العيب في اللاطا الماضية مؤمن سمير ده من شدف ضائع ده تصدي رائع من عبد الكاف يزود عن مرموها ويطالك يشيل القورة ويسدد يسقط داخل منطية الجزاء تروح على طول لاحمد عيد اللي يعوى معها ركل الجزاء ده قرار حكم اللقاء ولاطا ممكن ان يعود ويقلس بها النتيجة فريد كيرنس ركل الجزاء مشاهدينها بفرمان من حكم اللقاء كابتن جلال احمد كان قريب من الكورة قرب واحتسب ركل الجزاء للصالح ده كيرنس الضغط دايما بيكلف المنافس اخطاء وبدأ يخطأ لعبي ودي ديجلة شوفي التدخل اللي كان موجود من ضحروج في اللاطا لامام حكم علشان يعود ديكيرنس بأدف تقليص الفارق احمد عيد وعبد الكافي الله جول اول ديكيرنس هدف من نقطة الجزاء هدف من ركل الجزاء مشاهدينها اضر احمد عيد بالقدم اليسرى يلعب على يمين الحارس عبد الكافي رجب ويأتي بأدف هدف اول ديكيرنس اللقاء تلاتة واحد نتيجة احمد عيد اي صقة راحة القورة في زاوية وعبد الكافي في زاوية على يمينه الكورة ركلة الجزاء قاسم إصاءة داخل منطقة الجزاء شروم فليب فين يا راجل يلعب الكورة ولكن تعدي وتروح بشكل موتز بيارب له احمد عيد احمد عيد يلعب العرضية شروم فليب شروم يا ولد يا لعيب لكن كورة فين في القائم والله والله دي عرضية من احمد عيد يا ولد يا لعيب على العرضية راسية بامتياز لكن كان معارض قاسم صبري وركلة حرة وزيادة عددية لدي كيرنس داخل منطقة جزاء ودي ديكلا عد الكافي يا ولد يا لعيب من عمره واحداث اللقاء تقترب الصدارة بتزديد يا ولد يا لعيب اللي يقول لا يستنى يكون يادر بالهدف الرابع الشبين منصف يطلق ويطلع كورة الركلة ركنية خلاص تقترب من ودي ديكلا بالسلاسية مشاهدين هل الرابع يأتي في الخواتيم وتفاو يطلع لكن في هذه الأسناب الفعل مشاهدين متابعين صافر اتحكم اللقاء كابتن جلال احمد يعلن نهاية اللقاء بتفوق وانتصار